تعاوني نتكلم شوية على المسلسلات بتاعة رمضان ونتكلم شوية على طبيعة الأدوار اللي موجودة في دراما رمضان عشرين أربعة وعشرين أنا من الناس اللي تحب جدا الممثلين اللي بطلعوا أشرار ليه بقى؟ في رأي وفي مدرسة تقول إن الكوميديا أصعب أنواع التمثيل أنا بدي حكك وارد أنا مش مع المدرسة دي خالص الكوميديا فن الشديد الصعوبة إذا دحكني بموقف اللي بيدحكني بإفه أنا كيوس في عيني ما بدحكش خالص وبستتقل دمه جدا وخصوصا الفنان اللي يجي يدحكك وهو بيدحك هو أنت عايزنا أنا اللي أدحك ولا أنت اللي تدحك أنت بتمثل ليه؟ أنا اللي أدحك مش أنت حلو؟ طيب فالكوميديا بالنسبة لي موقف وبطل الموقف في الحالة دي بيبقى اللي كتب واللي أخرج وبيجي دور الممثل وشخصيته وإتقانه على عينه وعلى رأسه لكن الممثل اللي بيتقن دور الشر وهنا أنا طبعا لازم أذكر الأستاذ محمود المليجي اللي هو أجمل شرير في رأيي عرفه الكوكب الكوكب مش بس السينما أو الفن المصري ولا بس المصرح المصري لأنه كل الشخصيات الشريرة لجسدها أستاذ محمود المليجي وهو بالمناسبة الأغذر على السينما المصري يعني صاحب الرصيد الأكبر من الأفلام في تاريخ السينما المصري وده رقم بجد مش هزار يعني أنا مش ثابت عندي الرقم بالزبط لكن الأكيد أنه صاحب أكبر رصيد في السينما ولازم برضو مش عارف حضراتكو كان ليكو حظ جايد أنكم تشوفوا مصرحيات جسدها الأستاذ محمود المليجي أو أنك تشوف طبعا الأفلام المتقدمة اللي هي ما كانتش فيها بقى الأستاذ محمود المليجي الشرير يعني فيلم الأرض على سبيل مثال أو اسكندرية ليه على سبيل مثال آخر رجل في منطقة طيبة شخصية محمود المليجي شخص طيب خلوق حط كل الأوصاف القيامية الرائعة هتلاقيها في فنان محمود المليجي طيب عندنا فنانين كبار وأنا أعتقد أنه فناننا الكبار بيستكملوا المسيرة لأنه مصر ولد جدا وولد فوق الوصف